1500 جندي أمريكي يعتزم إدخالهم الخدمة في العراق وسوريا هذا التطور كيف تقرأه أولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية خلينا أول شيء نعقب على موضوع النفي لأصدرته لإعلام الأمني ورئيسه لواء تحسين لواء تحسين ذكر بأنه هناك يعني ما موجود مثل هذا الخبر CBS News طبعا هي نقلته وبالمناسبة الخبر أنه عملوا لقاءات مع الجنود والضباط اللي راح يتجهون العراق وسوريا خليت الإعلام الأمني نفت هذا الشيء ويقول هناك لجنة مشتركة ونسعى إلى عقد تحالفات ثنائية أو مثل يعني تعاون ثنائي بين عدد من دول التحالف فيما يخص الاستشارة والدعم والتدريب الموضوع مهنى الموضوع أعتقد هناك تبديل القطاعات ربما يكون هناك تبديل القطاعات لأنه هم ما ذكروا بأنه تعزيز يعني هم فقط ذكروا بأنه هؤلاء سيشاركون في عملية العزمة الصلب بالإضافة ذلك يعني أحدهم يقول هذه ثاني مرة أشترك يعني ولقاءات مع عوائلهم وتعرف أنت البروفاقاندا الأمريكية ولقاءات مع عوائلهم وكيف ديوا دعوهم لكن هم أصلا يعني هم بالطريق لأن هم نيوجيرسي راح يتجهون إلى تكساس يدخلون معسكر تدريبي ثم راح يأتون إلى العراق طبعا إذا كان مو تبديل قطاعات فهذا استفزاز حقيقة يعني رسالة يعني أنا أشوفها غير صحيحة يعني أنتو الحكومة تريد تدخلوا ياكم مفاوضات حول إجلاء قوات التحالف وهذا ما على الأقل هذا ما تعلينه الحكومة العراقية لكن نتفاجأ بأنه 1500 جندي إضافي للعراق وسوريا في عملية العزم الصالب وبدون توضيحات بدون توضيحات لحدنا الجانب الأمريكي ما نموضح هذا الشيء يعني استثمت يعني حتى وانتسلمنا أن الموضوع هو عملية تبديل الجنود فهذا يشي أيضا بإدامة البقاء قبل حوالي الأسبوع مسؤول رفيع في البنتاجون سئل عن قضية صحب هذه القوات وإشارة الحكومة إلى طلب الانسحاب وأجاب بكل وضوح بأننا لا نفكر في الانسحاب من العراق لا هم يعني هم مواضحين في هذا الموضوع أنا أسمع التصريح أقوى يعني إذا تقصد على جون رايدر فأنا أسمعت هذا سكرثير صحبي مع البنت أقول أننا أسمع التصريح أقوى قالوا الآن ما نستطيع التفاوض وإحنا في حالة حرب هم يعتقدون أمهم أنهم يحدد أن في حالة حرب مع التنظيمات الأرهابية في منطقة الشرق الأوسط يعني يقولون نحن ما نستطيع الآن نتفاوض في هذا الموضوع يعني حتى لو صار لجنة تنائية تعرف الموضوع قد يطول كثيرا يعني الأمريكان روحهم طويلة المنطقة ساخنة سواء بالخليج أو في باب المندب أو ما يحصل في غزة أو ما تحصل من تبادل استهدافات وقصف اللي يحصل هنا بالإراق لذلك الموضوع ليس سهلا لكن أنا أقول هم ذكروا أعتقدت مهمتهم طويلة لأن أحدهم قال سوف أذهب لعشرة أشهر انتبه قال سوف أذهب لعشرة أشهر يعني سأغيب عن عائلتي عشرة أشهر يعني بطلع العام المقبل يعني بالضبط يعني انتبهت على هذا اللقاء مع أحد الجنود أو الضباط قال يعني أتمنى أنه يتحملون عائلتي وهذه وأنا من أجل أن أحفظ بقية الجنود وهذه أنا راح هناك رايح في سفر عشرة أشهر فمعناتها هم يعني عشرة أشهر هاي يعطيها لي قدام لأنه يعني معهم نيات معينة هذا الواضح يعني بالمناسبة يعني هم اللي يذكرون طيب أعتقد الليجنة الثنائية تستمر بعملها لكن الموضوع أعتقد يطول حتى ترجمة نانسي قنقر